بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع لدي في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم صفحة 126 بالاضافة الى صفحة 127 عزيز الطالب عدينا تمارين مهمة جدا جدا وتلعب دور بالامتحان لذلك ركزوا يا اي طبعا درس الصفحة 2 يعتبر لسن 4 الدرس الرابع لليونت 7 للوحدة السابعة كان درسي بعنوان ريستورينج اللي معناها استعادة the garden اللي هي حديقة of eden حديقة جنة عدن اللي هي الاهوار باختصار شديد سؤال اول مهم جدا جدا مطلوب من عندك هذان الاسئلة اللي موجودة على قطعة الاهوار او هور الحمار يقول انسا جاوب لي the questions الاسئلة about بشأن the article المقالة on students book في كتاب الطالب page صفحة 75 صفحة 75 صفحة 75 رح نجانيات للسؤال الاول انترجمه ونفهمه ونحاول نحفظه هسا هاو ماني كم عدد people الناس live الذين يعيشون in the elhamer moshes اللي هنه اهوار الحمار اذا الشق الاول من السؤال هذا كم عدد الناس والشق الثاني هو اذي من هم اوكي اذا انا هنا ترى عندي سؤالي سؤال الاول يريد من عنده رقم عدده مش قيد والسؤال الثاني يريد من عنده تعريفهم من هم وذول الناس رح نجانيات نجان اول شي بالنسبة للسؤال الاول موذان اكثر من عددهم اكثر من half a million نصف مليون هذا العدد جواب السؤال الثاني they are cold هم يدعون او يسموهم شي سموهم mosh arabs اللي هم عرب الاهوار ويضيف لك بعد and are probably وهم بصورة محتمل او من المحتمل the descendants of the cimmerians اللي هم سلالات من السومريين يعتبرون ذول عرب الاهوار سلالات من السومريين هذا بالنسبة الى حل وتفصيل النقطة الاولى المهمة جدا جدا اللي كانت تحتوي على سؤالين نجي المل للنقطة الثانية يقول what's happened ماذا حدث to the moshes للاهوار in the 1990s اللي معناها ماذا حدث بهاي الفترة الزمنية والجواب the earl hammer moshes اللي اهوار الحمار were dried out قد جففت on a huge area ومنطقة ضخمة was destroyed دمرت دمرت اعيد اهوار الحمار were dried out جففت on a huge area منطقة مساحة ضخمة كبيرة واسعة was destroyed دمرت هذا بالنسبة للنقطة الثانية وانتبه لي اذا قل لك عام 1990 يعني بالتسعينيات من القرن الفائد انت يكون جوابك عزيز الطالب هذا نجي للسؤال الثالث what is ما هي the restoring the garden of eden ما هي او ما هو مشروع استعادة حديقة جنة عدن in the south of iraq of iraq في جنوب العراق project هذا المشروع شنو hoping يأمل شنو to do ان يفعلوا بهذا المشروع عيد ماذا هذا المشروع اللي هو استعادة حديقة جنة عدن في جنوب العراق هذا المشروع hoping يأملون ان يفعلوا شنو جواب مالتك عزيز الطالب هذا to restore استعادة the damaged environment اللي معناها استعادة البيئة المدمرة المحطمة لاحظ عزيز الطالب وأكو جواب آخر بعد التبكيفك to improve لتحسين the life الحياة of the people للناس who live in the marshes الذين يعيشون في الأهوار بعد التبكيفك تريد هذا بس أنا بالنسبة لي هذا أعم وأشمل ليش؟ لأن هذا التأثير الذي طرأ على البيئة بالأهوار أثر على الناس وأثر على الحيوانات وأثر على النباتات أما هذه النقطة هاي النقطة تتحدث فقط تحسين to improve معناها تحسين حياة الناس الذين يعيشون في الأهوار أنت عندك جوابين هذا صح هذا صح بكيفك تكتبين اثنين بعد أنت بطل بن بطل أو أنت سباعية وبطلة بن بطلة نجي المين للرابع يقول what three things؟ هذا كلش مهم السؤال سؤال رابع نعرف شرار what three things؟ ما هي الأشياء الثلاث؟ do the mosh arabs اللي هم عرب الأهوار lock ينقصهم ما هي الأشياء الثلاث؟ ينقص المosh arabs طبعا عزيز الطالب لو تلاحظوا أول شيء suitable health care اللي هي العناية الصحية المناسبة education التعليم under drinking water وماء الشرب لني ثلاث أشياء لني ثلاث أشياء وهذا السؤال الرابع مهم بعد الخامسة apart from the environment on the people جزء من البيئة والناس why لماذا؟ is restoring the marshlands important لماذا استعادة أرض الأهوار أو المستنقعات أو المسطحات المائية مهم؟ والجواب راح يكون لو تلاحظ there are هنالك مني العديد marsh plants النباتات الأهوار that أو الهور نباتات الهور أو الأهوار that have not been studied yet التي لم تدرس لحد الآن التي قد لم تدرس لحد الآن aren't what they هاي النباتات التي لم تدرس لحد الآن they will perhaps هي سوف ربما be made into تدخل في صناعة medicines الأدوية in the future في المستقبل لاحظ هذا بالنسبة جواب النقطة الخامسة هذا بالنسبة للتمرين أي كله اللي يعتبر مهم جدا جدا راح نجي للتمرين بي طبعا تمرين بي ممكن يجيك بين أقواس ممكن يجيك سقاط يتحدث لي عن ظروف التأكيد يقول complete أكمل the sentences الجمل with properly اللي معناها من المحتمل perhaps اللي معناها ربما or definitely اللي معناها بالتأكيد وطبعا أنا شرحت لك ياهن وفصلت لك ياهن بصفحة 75 وهذا السبب أنا ليش شرحتني هناك لأن مهمات هنا نجي المهمة نجي الأول فكرة قبل لا أجي أشرح هذا أنا بس أنطيك عليه هنا أفكار هذه منتريت هذه معناها من المحتمل منتريت تستخدمها لازم تكون نص ونص متأكد بالنص هذا واحد موقعها بعد الفعل المساعد قبل الفعل الرئيسي نجي لهاي هذه ماية perhaps 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 معناها ربما من تكون ما متأكد كلش تستخدمها فتستخدم للأقل تأكيدا موقعها في بداية الجملة دائما معناها ربما نجي المان definitely اللي معناها بالتأكيد تستخدمها عندما تكون متأكد مية بالمية معناها بالتأكيد موقعها بعد الفعل المساعد قبل الفعل الرئيسي وطبعا خاف تريد أن الملاحظات موجودات بصفحة 75 من كتابك الملون وبنهاية الدرس نجي الأول وحدة I love, أنا أحب, I love, أنا أحب This place, أنا أحب هذا المكان هنا I رح أخلي لك ظرفي يا أما definitely يصير أنا متأكد أنا بالتأكيد I want to come back soon أنا يعني أنا أحب هذا المكان وأني بالتأكيد أريد أن أرجع قريبا أرجع لمرة ثانية أزورها أو تقدر تستخدم probably محتمل من المحتمل I want to come back soon زي أنا أقول لك أستاذ يعني هساني شون أستخدم هاي هاي حاليا لثيانات صح زي أنا أقول لك أستاذ شون أنا أخصص لي هاي لو هاي إي مني يجيب لك فوق صندوق بكلمة definitely نزلها بكلمة probably نزلها زي أنا أقول لك أستاذ وإذا جاء من الثياناتين إثنيهناتين يصيرا لذلك هو ما يجيب من الثياناتين يجيب واحدة من عدن هاي إذا أسقاط واضحة الفكرة نروح علما للثانية It's raining إنها تمطر heavily بغزارة The tenes match مباراة التنس Well لو تلاحظ جواب تقدر تقول definitely بالتأكيد وتقدر تقول probably من المحتمل Be cancelled من المحتمل أو بالتأكيد ربما تلغى فهذا عزيز الطالب خليها ببالك يعني هاي النقطة الأولى هاي ترجمتها وهاي النقطة الثانية أيضا هاي ترجمتها تتحدث لي عن مباراة لكرة التنس والسبب الغاءها هو إنها كانت تمطر بغزارة نجيل مال العمل الثانية من المحتمل السابط مرب справ لماذا سترى السابط مرب الأولى أنا لا أقول لك لأن هاي موقعها في بداية الجملة أما ذنى موقع هرتين كان قبل central الخيارة الرئيسي كان حالما فعل شيء أبضل المساعد هنا لا تأنتي خاصة ف kişi está من إليها أبضل بس خاصة الشيطة نجي المن للرابعة سور الثالثة دعنا نترجمها الثالثة ربما I will be أنا سوف أكون A geologist اللي معناها شنو عالم بطبقات الأرض وين عندما I am older عندما أنا أكبر وربما تتغير هاي الفكرة وما تصير عالم طبقات الأرض صرفة شيء آخر فهنانا ما متأكدين كثيرا نجي للرابعة You must أنت يجب عليك read and تقرأ this book أن تقرأ شنو هذا الكتاب وهنا must لازم تقرأه لازم ما بها مجال معناها المست قوية بعد It's لو تلاحظ عزيز الطالب definitely بالتأكيد لو شنوية لو probably محتملا The most interesting book الكتاب الأكثر انت عن I have ever read أنا قرأته على الإطلاق أو قرأته من قبل يعني هذا الكتاب أكثر أمتاعا أنا قرأته من قبل فهنا تقدر تقول definitely وتقدر تقول probably نجح لالخمسة عدنان didn't come to school today عدنان لم يأتي إلى المدرسة اليوم He is هو probably محتملا المريض من المحتمل يكون مريض هذه probably بس probably نجح المال السادسة I'm not sure أنا لست متأكدا but لكن I'll أو I will لو تلاحظ عزيز الطالب probably محتملا write أكتب about بشأن rain forests rain forests اللي معناها الغابات المطارية شوف I'm not sure أنا لست متأكد يعني نص ونص but لكن I will أنا سوف probably محتملا شوف هنا ما يصير تكتب definitely ليش لأن أنا لست متأكد write and أكتب about rain forests اللي معناها الغابات المطارية for my geography project المشروع الجغرافية مطلوب من عندي مشروع بحث فأني رح أكتب ربما بس ما متأكد من المحتمل عن الغابات المطارية نجيل هاي بالبداية مباشرة perhaps شين معنا perhaps اللي معناها ربما you can أنت يمكنك get أن تحصل the information المعلومات يونيت أنت تحتاجها in the self access center اللي هو مركز الدخول الذاتي نجي للثامنة يقول I think أنا أعتقد it will be إنها سوف تكون سني مش مساء tomorrow غدا ولو تلاحظ من خلال هاي الجملة إنه ما متأكد فعلا ربما تكون سني ربما تكون كلاودي شمدري لذلك نحن يمكننا محتمل go to the beach ونذهب إلى الساحل فلاحظ عزيز الطالب هاي يعني يجيك سقاط ربما يجيك بين أقواس عادي مثلا يجيب لك بين قوسين بالبداية perhaps ويجيب لك probably بما أنه بالبداية perhaps أو هاي شوف هاي I'm not sure أنا لست متأكدا يجيب لك probably لو definitely أنت لازم probably ليش لأن ليس متأكد definitely من تريد تستخدمها لازم أنت متأكد تماما 100% هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 126 راح نروح عنياك على صفحة 127 تحتوي على تمارين نار وشرار والتمارين الجواء أيضا قواعدي يعني عزيز الطالب التمارين اللي موجودة في هذا الدرس تعتبر تمارين مهمة هذا التمارين يتحدث لي عن F الشرطية وإنت أخذت نوعين من الشرطية أخذت Zero Conditional F اللي هي الصفرية وأخذت First Conditional F الشرطية الأولى راح نيجي لنا عزيز الطالب ولاحظوا يقول Choose أختار The Correct Verb الفعل الصحيح فهم شكل الفعل الصحيح To Complete لكي تكمل The Sentences الجمل أنا راح أقرأ وراح أترجم وراح أحل وراح أطيك السبب If we إذا نحن Destroy دمرنا The Rainforest اللي هي الغابات المطارية Many animals العديد من الحيوانات On the plants والنباتات شو راح يصير بهين Will disappear سوف تختفي ولاحظ هاي F الشرطية الأولى First Conditioner إذا دمرنا الغابات راح تختفي الحيوانات والنباتات إذن هذا حل لك نيجي للثانية F وي طبعا هاي F الشرطية الأولى تربط بين زمنين المضارع البسيط جملتها مضارع بسيط والجملة الثانية مستقبل تحتوي على Will أو ميل راح نيجي لهنا ونفس الأفكار If we don't study Rainforest plants إذا نحن لم ندرس نباتات الغابات المطارية بعد وي لو تلاحظ Might not find ربما لن نجد Curs اللي معناش علاجات For some diseases لبعض الأمراض وهنا أيضا يا F F الشرطية الأولى شا استخدم استخدم أخت الول عند الول عند أخت اللي هي May و Might المي وال Might ذن نسوها ربع نفس الشي شابهن لاحظ فهاي F الشرطية الأولى جملتها مضارع بسيط والجملة الثانية الدل على المستقبل يا أما نستخدم الول يا أما نستخدم المي وأخت ها الميت نجد المن للثاثة إذا سحلية لوزز فقدت إذا فقدت ذي لها السحلية إذا فقدت ذي لها إذا فقدت ذي لها فراح شنقول راح نقول جروز باك هنان هاي الزيرو كونديشنال هاي حقيقة يعني الفورست اختلافها عن الزيرو شنو الزيرو تستخدم للحقاق عندك ماي السخنة يفور هاي حقيقة هاي لزرد هاي السحلية إذا فقدت ذي لها إنقص إنقطع مع نتعبر عن الحقاق الرابعة و راح اختار لك قبل ماي تجو نحن ربما نذهب إلى جنوب أمريكا إذا نحن لدينا عطلة طويلة لاحظ عزيز الطالب هنان مو حقيقة هاي هذا يعني شرط وجواب شرط شرط إذا عدي شنو إذا عدي عطلة طويلة آني راح أروح وين الأمريكا لو تلاحظ إلى جنوب أمريكا ف نحن ربما نذهب سنذهب إلى جنوب أمريكا إذا 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 نحن لدينا عطلة طويلة إذن هاي فورست كونديشن نجي لمن نجي لالخمسة بعض النباتات إيت تأكل إنسكت الحشرات بعض النباتات تأكل الحشرات إذا حشرة شبيه لانت هبطت شوف هنا هاي زيرو هاي حقيقة بعض صح بعض النباتات تأكل الحشرات الحشرات وإذا حشرة لانت معناه هبطت نزلت أوراقهم 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 تصطادهم فهي حقيقة فعلا بعض النباتات تأكل الحشرات إذا حشر إنها تموت لحظ عزيز الطالب هنا أيضا زيرو كونديشنال يعني أشجار المطاط إذا تخليها مناخ باردة تموت ما تعيش فهناش يقلي إذا شجرة المطاط لحظ علي حصلت على برد كثير إنها تموت أو أصبحت باردة جدا إنها تموت هذا بالنسبة عزيز الطالب لل الشرطيات اللي هنا الزيرو والفرست وهذا التمرين كان مهم جدا رح نجي للتمرين الأخير اللي هو أنسي كرامبل أنسي كرامبل معناها فك الشفيرة معناها ري أرينج أعد ترتيب معناها ري أودر معناها أعد ترتيب عدي كلمات ومخربطات إحنا لازم نرتب هو يقلي أنسي كرامبل ذا سنتنسز الجمل أندرايت واكتب ذام واكتب هم وإذ كوراكت بانكتواشن بالتنقيط الصحيح يعني تريد نقطة خليلها تريد كما خليلها وإلى آخره راح نجي لاحظ هاي مخربطة فهنا عندي مو تنسى هذا ظرف يخص التأكيد واليقين لو تلاحظ هذا الترتيب أم أنا أنا شوف كلمات لأجيب قبل الفعل المساعد قبل الفعل رئيسي أنا بالتأكيد ذاهبا ل لعبة الليلة نجي لهاي أيضا عندي شوف موقع حين بالبداية لازم بالبداية ربما يمكن أن نتناول وجبة الغداء وانتبه ظرف الزمان المحدد دائما يكون في نهاية الجملة نجي أقل ما قلت إنه هذا شون يجي بالامتحان ينطيق ذلك كلمات مخربطة تسوي لجملة زين أقل أستاذ وين يجي بسؤال القواعد نجي للثاثة محتملة لائبري بوكس ذا هاس أنا رح أحلك هنا وترجم المكتبة محتملة هاس تحتوي القتب التي تريدها فهذا عزيز الطالب بالنسبة لتأتيبها بس انتبه هنا قبل الفعل الرئيسي هاس شوف هذا بالنسبة لضرح التأكيد أو ضرح اليقين يقول was the best definitely بالتأكيد the film ever seen فراح تكون that was ذلك كان definitely شوف بعد الفعل المساعد that was كان ذلك definitely بالتأكيد the best film افضل film i've ever seen انا اشاهده على الاطلاق او من قبل رح نجي للاخيرة والخامسة the probably weather will time شوف كلمات مخربطة رح نقول the weather الطقس will probably محتملا من المحتمل بصني ان يكون مشمسا at this time هذا عزيز الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 126 127 قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته